هكذا علمنا علماؤنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد مما علمنا علماؤنا أن نتأدب مع الجميع مع الموافق ومع المخالف أن نتأدب مع أتباع المذاهب الأخرى الفقهية السنية فكان من عادة العلماء أنهم يراعون الظروف الاجتماعية فيما بينهم يزوج بعضهم بعضا ويشارك بعضهم أفراح بعض وأتراحهم ومما كثر عند العلماء السابقين أنهم كانوا إذا جاءهم نبأ وفاة أحد العلماء صلوا عليه صلاة الغيبة أو صلاة الغائب حتى وإن كان هذا الإمام المتوفى لا يعتقد بها أو كان المخالفون لا يعتقدون بها من ألطف ما تسمع به عند الأئمة الفقهة يتوفى إمام من أئمة أو علماء المذهب الحنفي مثلا وهم لا يقولون من حيث الأصل بصلاة الغائب ولا يصلون صلاة الجنازة على الغائبين ولكن تقديرا لهذا الإمام الحنفي الذي توفي إلى رحمة الله يصلي عليه إما أئمة مذهبه وإما أئمة المذهب أو المذاهب الآخرين وممن ذكر في هذا السياق الإمام علي بن سلطان الهروي القاري المكي رحمه الله تعالى الإمام القاري رحمه الله أو القارئ المتوفى سنة أربع عشرة وألف للهجرة نزيل مكة الذي درس على علماء المذاهب المختلفة يأتي نبأ وفاته رحمه الله تعالى إلى مصر وإلى الأزهر الشريف فيتسارع أئمة الفقه والعلم في القاهرة ومن مجاوري الأزهر الشريف ليجتمع العلماء والقضاة والعوام لأجل أن يصل صلاة الغائب على الإمام القاري المكي الحنفي رحمه الله تعالى حتى يذكر الإمام المحبي صاحب خلاصة الأثر أنه اجتمع للصلاة أو لصلاة الغائب على هذا الإمام الذي مات في مكة وتخيل معي كيف كان حالهم قبل نحو أربعة قرون إذا سمعوا بوفاة إمام في بلد مثل مكة يصلون عليه صلاة الغائب في بلد مثل بلد الأزهر القاهرة فيجتمع نحو أربعة آلاف إنسان يصلي صلاة الغائب على هذا الإمام فهؤلاء هم أئمتنا وهكذا علمنا علماؤنا أن نقف إلى جانب بعضنا في المحن وأن يحترم بعضنا بعضا وأن نكون إلى جنب بعض حتى ولو كان بطريقة قد نعتقد خلافها سواء كنا نصلي صلاة الغائب أو نعتقد بصلاة الغائب أو لا نعتقد لكن ما دمنا نرى إمام مسجد أو عالما من العلماء يريد يصلي صلاة الغائب على أحد العلماء أو أحد الشهداء أو أحد الصالحين فينبغي لهذه اللحمة الإسلامية الواحدة أن تجتمع خلف هذا الإمام لتقوم بهذا الواجب تجاه هذا المتوفى الذي يجمعنا وإياه الإسلام عسى الله تبارك وتعالى أن يكون في صلاتنا شفاعة له ومغفرة لذنبه ورفع لدرجاته أسأل الله تبارك وتعالى وجل وعلا أن يكرمنا بمن يصلي علينا ومن يدعو لنا ومن يستغفر لنا بعد موتنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة